حالة من الترقب تشهدها المنطقة ومؤشرة تشي بدربة إيرانية محتمل على إسرائيل ردا على هجومها الصاروخية الذي اعتبره محللون بمثابة شرارة أولى لهجوم أوسع نطاقا تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن المرشد الإيراني وجه مجلس الأمن القومي للاستعداد لشن هجوم على إسرائيل وأن القرار جاء بعد مراجعة تقرير مفصل عن حجم الدمار الذي لحق بقدرة إنتاج الصواريخ والدفاعات الجوية الإيرانية والبنية التحتية الأساسية للطاقة معتبرا أن عدم الرد اعتراف بالهزيمة بالتزامن نقلت صحيفة فينانشل تايمز تصريحات لقادة الحرس الثورية تواعد خلالها بالرد وأن يكون الرد مختلفا عن أي سيناريو قد تتوقعه إسرائيل بحسب قولهم لا تبدي كثير من القراءات والتحليلات الغربية قدرا كبيرا من التفاؤل في شأن قرب استعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة ووسط هذه الأجواء أفاد موقع أكسيوس بأن الاستغبارات الإسرائيلية تعتقد أن إيران تحضر لشن هجوم انطلاقا من الأراضي العراقية ملمحة إلى احتمال شن الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية ووفقا لمعلومات استغباراتية إسرائيلية فإنه من المتوقع أن يتم شن الهجوم باستخدام عدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية بينما يرى محللون أن إيران قد تلجأ لشن الهجوم عبر الفصائل العراقية الموالية لها وليس بشكل مباشر عبر أراضيها تجنبا لأي هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في الداخل وبين احتمالات رد وآخر مقابل تترقب المنطقة والعالم معها سيناريوهات المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب التي دخلت بواتيرتها وتهديداتها المتبادلة مستويات غير مسبوخة وفي هذا الصدد أوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الجيش استحدث إدارتين إحداهما في جهاز الاستغبارات والأخرى في القوات الجوية بما يتيح إمكانية تنفيذ عمليات متكررة مستقبلا في إيران بالتزامن أكدت مجلة إيكونوميست أن إسرائيل تبقي خيار الضربة على منشآت نووية مفتوحا وأنها أعدت مصارا لضرب مواقع إيرانية نووية بعد الانتخابات الأمريكية ورجحت المجلة أنه حال فوز ترامب في الانتخابات سيعتبرها نيتنياهو فرصة سانحة لتنفيذ مثل هذا الهجوم